السلام عليكم أعزائي الطلاب السؤال العامة أهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع طلاب ترتسانوي فيزياء عربي وإن شاء الله سوف نحاول أتكلم في الفيديو عن حجم هما هوي وهو بقى أن الطيار حتى ما يجي يمر في المقاومة الأمية وفي حتى ما يجي يمر في الملف وفي حتى ما يجي يمر في المكسف أول حاجة عندما يجي الطيار في المقاومة الأمية هي الهلا بزيزيستانز باللاحظ إذا شاهدنا أن المفتاح مفتوح وبالتالي لم يجي يمر في المفتاح المفتوح يعني معنى أن مقاومة الدائرة أكبر ما يمكن وفي حتى ما يجي يمر في المقاومة الأمية وبالتالي نحن شاهدنا كده يبقى أن القراءة الأمميتر أرى طبعا نانو أو أمبير يعني أعتبر كنا زيرو أمبير وهذه برضو الفولتوميتر برضو على المقامة يعني أعتبر برضو نانو فولت يعني أعتبر زيرو فولت برضو يعني طبعا نتيجة يقولنا أن المفتاح هنا يبقى في وضع يبقى مفتوح طبعا نجي نشوف طبعا هيا في المفتاح بقى طبعا أكيد طبعا هنا قراءة هي هيعدي فيه طيار هيعدي في المقاومة وطبعا أكيد بالطبعية بقى إيه أمية طيارة هيقرى أربعة أمبير عشان دي مقاومة تلاته هنا في الفولت هنا بتاع تلبيبات 12 وفي نفس الوقت الفولت كله بتاع المصدر بقى بيروح لفين على المقاومة اللي هي 3 أمورتليز بحلال فولت كام 12 فولت وطبعا ده بقى ما بيحصلش يا شراب بقى إيه بقى ما بياخدش وقت بمانا صح بيحصل دوة إيه في جوز من الثانية في جوز من الشراب من الثانية وقد يوصل مثلا ممكن إيه اللي فهمته ثانية اللي فهمته إيه يعني حاجة لا تسخر جدا يعني تعالي نشوف شراب بقى ده كامدة هيتامل زي بقى إيه بقى في وضع لعد ما أففلنا المفتاح هوات بقى اللي حصل بقى إيه إن الأيميتر طبعا ساجل إنه إيه أربعة أمبير وفي نفس الوقت ايه بقى إيه اللي فولت متر أرعا يبقى ساجل هنا كوات إيه اللي فولت متر على المقاومة 3 أم مرضى 12 فولت ده معنى يبقى ان كل بقى ان الفولتر تاعت الباتاري رحل فيهن على المقاومة الأممية اللي هي تتعوم طيب قلنا مانش من شوية يبقى ان ده قولوا يا شباب ما استغرقش زمن ان يوصل الطيار كيمة عظمى في حالة المقاومة طيب انا في الحالة دي بقى ان طيار يوصل الى 4 امبيرا طواجد بفصالة المفتاح بقى الا يحصل اكيد بقى ان ال 4 امبيرا دي هتوصل لزيرو يعني القرنت هنا او الطيار بيحصل الانهيرا هنا يعني عدم الطيار برضه لحظيا برضه مش ياخد وقت يعني تعالي نشوف الحكادي بقى سلوينشان بقى ايه عشان ايه نستمتع بيه مع بعض ونشوف كده شباب ونحاول نعمل نوصل مفتاح ونقفله ونشوف اللي يحصل في الطيار في حالة المقاومة الأممية برس يعني تعالي شباب ايه انا عندي هكذا المفتاح بقى فراته مفتوح هوت تعالي بقى لما ينغلق المفتاح اللي حصل عد طيار هوت في ايه بقى في ال اه في ال اه في ال اه في ال اه ارى هنا كام اربعة ايه امبير طيب وفي نفس الوقت طبعا هنا مفروض بقى الفولت هنا بقى المقام هنا يسوي كام اتناشر ايه ايه مفروض بقى انهم هقم بقى أه نعملها تاني بقى ً وننقلف تاني بقى ايه الفولتر متر którym طيبين بقىps. añadيني فصالت watts أرقع بقى بقى فاطر بالتواسي مع مين مع المقام. تعالى بقى نشغل بقى ايه المفتاح. كده مفتاح لسه شاب ايه فضلاته يبقى ايه مفتوح هو ابتدى ايه الطيار ها او نانو امبير يعني ما اعتبر كما كانت تكون زيرها وهنا برضو كام نانو فولت يعني اعتبر زير فولت. على بقى نوصل مفتاح بقى. اه هنا ايه بقى الاميتر سجل كام اربعة امبير. والفولت ميتر بقى سجل على ايه على مقاومة كام 12 فولت. يعني كل اللي بقى ايه الفولت بتاعت السبلاي بتاعت السورسة بتاعت اللي هي البطارية الاتماشرة ديت تناله بالتابعية المين للمقاومة. بس طب اتقول ايه حاصر شبابي في خليل اللحظات. يعني ما فيش هنا زمن يعني. وده اللي بنكلم عليه النهاردة بقى ان الليه الطيار فحصة المقاومة ما بيخدش زمن. تمام؟ المقاومة الامية. تعالى اما شوف الحكاية دي بقى هيحصل في موضوع ملف. هكيد طبعا ايه هلاقي الملف بياخر زمن وصول ايه الطيار للكيمة العظمى. تعالى نشوف الحكاية ده شراب. ده هنا شراب بقى ده بقى رسم بياني بيوضح بقى ايه ان في حالة المقاومة مؤلمية بس. ازاي بقى الطيار بينمو وبيوصل للكيمة العظمى. في بقى بقى بيوصل للكيمة العظمى في خالة زمن بسيطة. هو تلعن تي وان. وكنا بقى بيستمر. ثم لكيمة المفتاح يبقى ايه في وضع. بقى ايه مفتاح مقفول. لانبير خلاص يبقى خلاص عند الكيمة العظمى لها كثير 6. اروا اروا قم بقى ها انا بقى لتجد بقى ايه افلت المفتاح بقى فتحت المفتاح سوري بقى. ايه اللي يحصل بقى الطيار هينهار ويوصل الزيو تاني. في الفترة بقى لينيه عند تي تلاتة. طبعه اللي يحصل إيه شرف انت برضو الفترة من تي اتنين بيدي تلاتة. الزمنع عند تي ايه بقى زمن صغير جدا برضو يعني. يعني طبعا 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 يعني عشان نوضحها لكم اكتر. المفروض الخطة اللازل ده كده اللي هو دي شكل واحد ده كده. المفروض كد يكون بيه مش عالمحور ايه على على الطيار هنا. بس طبعا زمن ايه يعني غير محسوس خالص يعني طلعت لحظيا. بس عشان يباني الفرق بس يعني ادي زمن صغير اهو. ولكده طبعا مصر كيم عظمة. طبعا طبعا طيار سابط طبعا. اللي هو عن شارج 2. ثم مفتاح ايه كان نحن منفصل. جدا فتحنا عن مفتاح الطيار نهار بقى وصل الزيور في خالف فترة من T2 لTE 3. طبعا مرضو هنا على طبع فترة زمنية بسيطة جدا. وده كان شكل بقى بيوضح عزيز بدل وقال لكم في انتحان بقى هذا الشكل بقى او هذا الرسم ده. وده بيعبر عن ايه عن نموغ الطيار في حيات ايه تلو في حيات المقاومة الامية. في حيات الشكل بوضح طبعا. تعالى بقى نشوف موضوع ايه بقى انما يحصل في موضوع الملف. انتجة الحاس الزاتي. هنا شاب بقى تاني حاجة بقى احنا نتكلم على الطيار بقى ايه الماشي في في الملف. النتيجة طبعا نيبه فيه عند بقى ايه الحاس الزاتي وطبعا الملف برضو هي اعتبر له مقاومة ويسيبنوا عليه طبعا ايه انتجة الحاس الزاتي. لغاس المقاومة امية. وهنشوف ازاي هنا برضو شاب بقى ايه في المعادلات وكده يعني نعبه عنها كمقاومة الملف. هنا سينا بقى الطيار المرفي بنافحات بقى ايه الملف. طبعا هنا ممكن طبعا ديت بقى ايه يعني ملف بس. طبعا ملف هنا طبعا بيبعدين طبعا المقاومة الامية يعني تمام. في الاخر هنا بقى بلاحظة ان انا جبت بقى بقى بوسطهم في ده مع المقاومة اربعة ام ديت. هنا ملف الحاس الزات بتاعتهم هو بقى تهاتي هنري. طبعا ان احنا معرفيها شباب في كل مسائل وده الطبيعي في الحالة عملية. ان الحاس زيات الملف بقى بالملي هنري. بس انا حبيت حط الرقم ذا ليه بقى ايه. عشان بس يا شباب يبقى هتشوف انت الطيار مع الزمن بحس تحس بيه بدأ ما ياخد فترة اكتر يعني. يعني هنت هنكلم عنه لاته بالتفصيل. ان ايه ان الزمن مع ال اه بيأثر او الحاس زاتي اللي هو ال ال هو ده اللي بيلعب في مين بقى او بتايت حكف مين في الزمن وصول الطيار طبعا ايه من الزيرو للمكسيموم ووزحات بقى ايه ده في حالة نمو. وحتى برضي وصله ايه بقى من كبع ازمة لحالة النهار والتالي ده اللي بقى بيبقى في موضوع ان احنا ايه ان ال 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 هنا ايه بتايت مسؤول عن مين عن الزمن وصول الطيار القيمة عظمة او بصول الطيار من قيمة عظمة في حالة نيار او يعني عدم الطيار. فتعال بقى يشوف بقى ايه ايه ده اللي بقى ايه شاب بعد ما هي هنا مفتاح كمفتوح اقف المفتاح ونشوف ايه اللي يحصل هنا بقى. ان شارت سماع شافين بقى ان برضو انا حبيت برضو ايه اعدل هنا في كيمة الحاس زاتي 300 ميلي. خطة بقى 100 ميلي بقى عشان نلاحظ بس ايه بقى ان شاف هنا بقى في البداية خالص اول ما اعفلت المفتاح. الطيار كاد يكون هنا بالميلي هاوات اه مكتوب ايه ميلي امبير. يعني كاد يكون في بقى ايه ان الطيار في البداية ايه كان ضعيف جدا. واخبى لك وفي نفس الوقت بقى ايه بقى ايه ان تنفس الوقت الفولت على الملف فانها بكام اقصى ما يمكن اعشوف انا حضراش له كام في الحالة طبعا ايه انا كيبتاها لكو. انا بدا طبعا من ايه من 12 فولت يعني بعد كده بي قيل غد ما يوصل ان الفولت هنا هي بقى ايه بقى ايه بقى قيمة صغرى. او لكاد يكون السيف. والطيار طبعا يوصل قيمة ايه العزمة. يعني عازون نقول بقى في بداية شارب مفتاح لمجا اوصل مفتاح اه في وضع توصيل. اللي بيعصى ان الفولت عبر الملف يبقى اقصى ما يمكن. وفي الحالة دي بيساوي مين فولت الباتارية. وبالتالي الكرام تبقى عندها بزيرو. وهنا برضى يا شاب دي بقى تمام ملحوظة هم اولين احنا هيبقى لما جانا بقى ايه في موضوع الباب الرابع. هربط دي بقى بالباب الرابع بقى. انه قلنا في الباب الرابع دوائد طيام متردد. قلنا ان الملف في حالة الملف. ان الفرق الجودة على الملف يبقى يسابق الطيار بزاوية كام تسعين. والفعلي هنا اهو ادي احنا شايفين هو في اللحظة المفتاح ما قفلته الفولت على الملف كان اكبر ما يمكنها. اللي هو هنا اكبر ما يمكن يعني هي بيساوي كمية مين اللي كود بتاع الباتارية. وهنا الطريقة اعتبر ان ايه كالضعيف او بساوي زيور. تمام طبعا دي حكيت حالة انا عملتها بس يعني ايه ايه اخدتها من السيموليشن. لكن هنشوف هات السيموليشن بيبدأ ايه بقى ان اللي يحصل في الطيار يبدأ من زيرو. وفي العصرات عن ده ايه بقى ايه ان الفي على الملف كان بقى اقصى ما يمكن او او في ماكسيمام. كيما عوز بالمين الفرق الجودة على ملف. وهو الناس الوقت اللي كيلو عزبا عندي هو بتاع بين جود الباتارية هنا اوض. وبالتالي بقى لما يجي ايه بقى يجي في الحالة دي بقى ان الطيار بقى بعد فترة بقى عمل يزيد يزيد ينمو ينمو في نفس اللحظة للطيار بينمو ان الفرق الجودة بنهار بقى او بيقل بيقل طيب و هنا برضو هنا برضو هنا برضو هنا برضو التفسير بقى ليبقى ان في اللحظة اللي غاركة المفتاح في حالة الملف. الطيار بيبدأ بزيوب عكدا بيانمو. كما قلنا مشوية هو ان الفرق الجودة على الملف بيقيم عزمة. وبالتالي فرق الجودة بقى بيحاول يتغلب على فرق الجودة بتاع بطرية. وبالتالي الاتين في البداية طبعا قيمة عزمة بتاعت الملف. وبالتالي يبقى يبقى دي 12 فولت و دي 12 فولت طبعا فيش فرق بينهم كفولتش. وبالتالي يبقى شعف يعد عشان ايه فرق بينهم زير و كفورت. يجي بعد اللحظة بقى ان يبقى اللي بيحصل ليه بقى ان تجى الحس الزاتي ان الانبير بينمو بيزداد وفرق الجودة على ملف بيقيل. وبالتالي فرق الجودة بقى بين البطارية والمقاومة بيزيق بالفرق والملف هنا بيزيد. تمام? وبالتالي يبقى يفضل بقى القرنت في الدايرة عمالي يزيد. وفرق الجودة على ملف بيقيل. ويتجي طبعا في البطارية فرق الجودة عمالي ايه على المقاومة بيزيد. وبالتالي يفضل بقى ان الفرق الجودة بقى عبر ملف بيزيره. والطيار ايه ماكسيمم. تمام شباب? تعال نشوف الحلالة بقى ايه تانية ان يحصل في ايه. هنا شهد بقى انا كده بده ايه الخط كاللحظة كدوت يعني بقى ان هنا ايه بقى ادي الطيار هنا ايه زادة هوت وصل الواحد ايه ايه امبير او واحدة 800. في نفس الوقت بقى ان الفورت بقى عبر ايه البنف اللي هو. بقى اوصل الكلام 8 فورت يعني مشوية. بعد اللحظة برض كده او بعد بموز زامن برض. هنا ايه طيار عمالي زيت. وفرق الجودة عليها عمالي بيال. تمام? في نفس الوقت بقى الفرق بين البطارية بقى جودة البطارية وبتاعت ملافي بوح لفين على المقاومة. تمام شباب? لغت لما يوصل بقى في الاخرى بقى ان هنا يبقى ان الامبير يوصل الاربعة امبير لأقصى ما اقصى يبقى اقصى طيار عندنا. في نفس اللحظة بقى هنلاقي ان فرق الجودة عبر ملف ايه? هنا بيساوي زير او ان عدم بقى او طلاشة الفورت فيين عبر ملف. مع مرور الزمن. وذل هنشوفه بقى ايه في الليه في الدلاجرام. والسيمونيوشن دلاتي بحالة. هنا ان شاء الله زي ما هنشافين ان ايه بقى? ده بقى ان لما كده ايه كان في اول بقى المفتاح مفتوح. يعني كان عندنا زمن كان بزير. اللي حصل بقى ان طبعا الطيار برضو في الملف برضو بزير. عند اللحظة دي. وليه بقى عشان ساعتها كان الفيلم ايه بتاع الفرق الجودة عن الملف كان ايه كيمة عظمى. اللي هو كان يساوي بفرق الجودة بتاع البطارية هنا في الحالة دي. طبع ما نجد اقفنا المفتاح بقى ايه? نلاحظ نشوفها شبابا ايه الطيار عمليين يانمو 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 يوصل لفين لاقصى كيمة لوط ايه عند اي ماكسمم خلال فترة زمنية شبابا خط فترة زمنية دي بقى من الصفر هو مشوعة للموس لحد ايه تي واحد. تم عدت بقى خط فترة زمنية كبيرة عشان توصل مين? للمكسمم تمام? بعد ما وصل مكسمم بقى ايه? طبع خلاص حوست حاصل باستقرار الطيار. فترة ما هو في الحالة دي بقى شاب بقى ايه لما انا ما حبيلت بقى حافل المفتاح بقى طبعا اما انك يفتح المفتاح انه بقى ايه لا يحصل بقى اه الطيارة يحصلوا ايه هينهار هينهار من كيمة عظمة من كيمة ايه عظمة طبعا كده يقول ان دات لما وصل الى الكيمة العظمة ده معينتوا بقى ان فرق الجهد بقى عند الملفة بقى اصبح بزير وبالتالي فرق الجهد بقى الموجود على على المقام هنا هو نفس التعريم بتها بطرية عشان طبع فرق الجهد بتاع الملف هنا ايه تلاشة خلاص بقى ليه عشان الطيارة يوصل فيه عند الكيمة العظمة له يبقى ايه اصبح هنا ايه اصبح هنا ايه ان الطيار بقى فحات الملف اخذ زمن عشان يوصل الكيمة العظمة بنتيجة الميلا شهاية بنتيجة ايه الحاس الزاتي بتاع الملف اللي هو اللي هو الهنري هنا بقى يبقى اللي خلى بقى الطيار ياخد يتأخر في النمو بتاعه اللي موصل المكسيمم لكن عظمرا هو مين الحاس الزاتي بتاع الملف طيب انا داتي ايه بقى قولنا بقى عند الزمن تي اتنين هنا بقى ايه هايجي بقى مجا فحات احنا نفتاح فاللاحظة دي بقى ايه هلاقي هنا ايه الطيار ينهار ينهار برضو بياخد فطة زمنية برضو ما بننهارش برضو لحظية نزال في حتى المقامه شهاب يبقى اذا فطرة من تي اتنين ل تي ثلاثة ده فطة ايه الزمنية بتاع تنهار الطيار من كيمة عظمة لحد السفر ساعتها يبقى ايه انه هنا يبقى ان الفرق جود هنا بقى بيوصل بيبقى شهاب ايه من الزيرو فرق جود على الملف يعني بقى اصبحنا زيرو هدلما يبقى ينهار تاني يرجع هنا يبقى ايه الزيرو يعني يوصل برضو في البداية ايه كانوا في البداية ان الفرق جود عبر المقامه عند الزمن ده يبقى ايه كيمة عظمة تمام شهاب وهكذا ينزل لاحظة بقى غرك المفتاح الطيار بينمو بس بياخد فطة زمنية ليه الفترة تي واحد دي وليه بتسميه احنا برضو كده يعني يعني كزمن الترانزيت يعني بالنسبة لفين للطيار هنا الطيار هنا ايه خط فترة عشان يوصل لثيمة العظمة دي وهنا الطيار سيبت خلاص بقى تقول له فطة المفتاح اولات كلوزد اجل اول مفتاح المفتاح بقى عند البوينت دي كده عند زمن تي اتنين يبقى طيار ينهار برضو بس مش هنهار ايه بقى ايه لحظيا زي في الحد مقامة ياخد فطة زمنية ليه تي كام من الفطة من تي اتنين ل تي تلاتة اذا من نزير بقى تي واحد هنا فطة اتنمو الطيار عشان يوصل المكسرام خد زمن من تي اتنين بقى تي اتنين بقى تي اتنين ليه فطة استقرار بقى ايه طيار لو وصل كام عظمة مفتاح على كده بقى وده كل في لحظة مي بقى شراب كان مفتاح ايه مقفول من عند بقى تي اتنين الفطة لي تي تلاتة ده بقى في لحظة ايه فتح المفتاح تاني وبترطي الطيار بانهار بس يبانهار بقى ايه في خلال زمن زمن كبير قلنا بقى الي بقى الطيار بيتأخر في النمو وبيتأخر في انهياره انتجا مين الحاسس زياتي للبلغ طب تعالوا نشوفوا هنا بقى حتة مهمة او دي بقى واتنصلنا برض الموضوع ايه الوحدات الكياس للموضوع الهنري ادي الفرق الجودة شراب اللي احنا عارفينه على ايه عبر ملف اللي هو الفي ال بسريني مينس سالب يعني ال ال في التغير في الطيار بالنسبة للزمن حيث ال 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 هنا طبعا دمين ده لحاسس زياتي الملف والفي ال هو الفرق الجودة عبر ملف طب انا ممكن بقى حط الصغة دي بقى في صور كنون اوم ما هو الفي ال الريزيستنز في ال المقامة للسغório هنا في l مقوموة ي Никوان duplicate يدفع في الاي فل آر image ده لمر حصول يدفع الطيار المقومają THE velocity Yun switch مقاما يدفع تيار النائس نائس ما هو التي تأثيره من لمر المجلب لمقوموة Ц oم ال ال في تسوي لمر حصول ضد ال 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 t يجنز على الأصل ثumes LOOK يعني اصبح ال L على T هي طبعا ما سابت مين المقاومة قومة الملف يعني بمعنى صحي كده فعل ان الملف له مقاومة مقاومة دي بتتسويه بقا ايه طبعا السلق طبعا دوت يعني ده بيعمل بودول ان هيحصل فيه فر الجهد لعلى عبر ملف هيعكس مين فر الجهد بتاع البطرية طيب وبالتالي وبالتالي هنا يبقى طبعا ده طبعا ديت تبقى قاعدة لنزا ليه السلب دي طيب هنا شايفين يبقى ايه قاعدة ال L على T طيب بجانا عارفين واحد الكلاسة اللي هنا هي اوم سكند او بالفعل او اوم سكند طيب لما اوم سكند بقى على سكند هتروح السكند مع السكند يبني فيه عندي ايه ال اوم وفان دي بقى مقاومة مين الملف يبقى من قاومة الملف يتسوي ايه ال على مين على T وبالنسبة شباب بقى ايه بقى الحاب بيعرف بقى ازاي انا بحسب بالزمن ده من السفل حتى T واحد ديت هو من القانون ده يبقى T بتسوي ايه ال L على مين على ال R يبقى T بتسوي ايه ال L على مين على ال R يعني الحاس الزاتي بالهنري بقسوم عالمين على المقاومة اللي هي بال اوم دي ماشي شباب كده يبقى نرجع نقول تاني ليه بقى ان الطيار في حالة الملف في اللحظة النمو بياخد فطة زمنية عن تجه الحاس الزاتي ليه عشان الحاس الزاتي في بيحصل ايه بقى ايه بقى ايه بيخلي الطيار اه معدد الطيار هنا ايه لو دلت و عدد تا اي ماكس وبالتالي هنا ال V بتاعت ايه لعبر ايه عبر ملفه تبضوا كيمة عزمة وبالتالي كيمة عزمة يتحاول تيه تعاكس فرق الجل دع بطرية طبعا لحظة طيار ينمو الطيار بيزداد فرق جود عبر ملف بيقل فرق جود لكل بيزيد وهكذا الهد لم يوصل الطيار ماكسمم وفي اللحظة دي بيوصل بأصبح الطيار موجود بس في الدايرة هو بتاع البطارية نشوف الكلام دي بيتم ازاي بقى في حالة الملف نشوف الحكايات دي بقى على برنامك بقى السيبونيشن انا عندي كده مفتاح هوا طيب ايه مفتوح وتليني الفولتوميتر بقى عبر ايه بقى الملف او الكام زيرو وهي الطيارة طبعا ايه نانو امبريا يعني بارتو بزيرها تعال بقى نشغل برنامك بقى ونشوف اللي يحصل بقى مفتاح الآن لاحظ هنا ايه ان الفولت بقى كيمو عزمة بعدها كانت في بلاية كانت زيرو عمال لي الامبريا زيت والفولت هنا مل الطيار بزيد ايه بقى زيت لاحظ معي أولا ميتر بزيد وفارجة عبر ملف بقى 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 الامبريا هوكو سيوصل للاقصى بقى فارجة عبر ملف بقى 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 الزيو ينهار تماما. وبالتالي فرق جود عبر المقاومة هنا هو. يوصل طبعا يبقى ايه الكيمياء يبقى يبقى كيمياء العظمى بتاحته. اهو شاب فين شراب. الطيار عمل هنا ايه بيزداد. فرق جود عبر ملف هنا ايه بي ال. تمام شراب. اهو عمل يزيد اهو. وفور طبعا يوصل له ايه اقصى كيمياء له ايه الاربعة عمبير. ساعتها فرق جود هنا يبقى ايه بزيره. دي بقى اعتبر ايه بقى شراب ديه في الحلقة اللونية اللي هي من زيره لحدث تي وان. شايف لسه اهو عملي الطيارة بيزيد اهو. يعني كده خط فترة عشان يوصل مين شراب لاقصى كيمياء له اهو بقى ثلاثة ونص. هنا الوصل كان بقى ثلاثة ونص عشر. اللحظ بقى فرق جودة شراب معلوله ايه عملي الا اهو عبر ملف. يعني كان بده بقى عزمة. بدأت ينهار اهو فرق جودة او بي ال. هنا الطيار بيوصل ايه ها شايف. عملي جيد اهو. لكيمياء عزمة ثاني مرضو. عملي يوصل لكيمياء عزمة اه. ماشي. ماشي. لحد ما يوصل فين بقى للارباع عامبل او أهلا موصل ثلاثة وثلاثة 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 وثلاثة. اهلا رسعى الي فرصة كان بقى لانا يوصل فين بقى الاربع طبعا ضادت. ده ياخد فطرة بعضه زمنية. لكوله لسه ما يوصلش من الاقصى كيمياء له الطيارة والارباع اهلا. طبعا اللاحظ بقى شراب كل لها ما الطياري يوصل محلة مقابل مقابل الكيمة العظمة يأخذ الزمن أكبر هل ترى هنا ؟ الكيمة دي هتفضل بقى مستمارة كده فترة قد تشهر الاربعة شايف ؟ لاحظ هنا بقى الولتوميتر فرق جغطة عبر ملف ملو عمالي إيه اللي بقى ملي هنا وهو هذا الطيار يزيد لكله لسه في محال 2 موجو الطيار داخل هو على كيمة العظمة خلاص أنين exchanges هنا موجود فما تشهر الاربعة الزrina هتفضل تعالوا اختيار الاربعة السفل يعني لو كبرت ال 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 انت غير زوجت ال back and time 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 and time, الفورة والعكسي الا قللت الحاسي لانت غير زوجت الحاسي لانت غير زوجت القيام ب L وصل ايش شفر ال back and time to over 4 امبيرهر 3.9. ايبقى في اللحظة بيوصل فيها للاقل ايب اي اي قرب للمكسمم الزمان بيزيد كمان معانا بيتأخر كمان بيغض فطر اطول. هانس بو بوس عاد لما يوصل عند كام اربعة وطبعا هيا بيه عندي بقى اي اه وصل الاربعة شهاب كده بقى خلاص وصل كام الاربعة هوات اقصى قيمة لهم خلاص طيار بعد. بقى اصبح طريق كل بقى ايه فرق جود بتاعت المصدر على مين على المقاومة. ليه عشان طبعا ايه الباشا ده الفرق جود كان اوي كان كبير ده. على الملف اصبح ايه انهار بقى او كانت يكون ايه لي زيرو. طيب ما شراب. فتعال برضو دولت بقى لعبت بقى ايه او زوعدة اعللت هنا الحاس الزيات بقى الزمن وصول طيار هي هيقل. تعال نشوف نها من الحكاية دي الثانية ازاي يعني. او خلينا مع بعض دول بقى نصر داك اوات اهو. انا بس هنا اعدل فرق جود قدامك اوات. اخلي دي مسلا ايه تبقى عشرة بس. خليها كام بدل هي طبعا انا كام بدل هي مية. خليها عشرة بس ميلي هنري. ايه برضو اشار المفتاح ايه مفتوح اوات برضو. ها. اللي هنا ايه الكرائت هنا ايه. الاميتر برضو ببقى من سجل زير وفلتوميتر او هنا بورتوب زير او. ها في المفتاح بقى. اللي بيحسب اللحظ بقى بس ايه بص معي عمد الكرائت مين الفلتوميتر. هتلي بص الاثناشرة عطول في اللحظة او مفتوح او مفتوح ايه شايف. كان نوصل الى 11 وشوي. انا بقى عشان اقلبت هنا بقى ايه الزمن بقى وصول الطيار الكريم عظمة هياخد فترة اقل شوية. ايه شوفت ايه شوفت ايه بقى اهو. ها نوصل الى كلام بقى تاخل الاربعة هورت امبير ها. ليه عشان ال 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 هنا ايه 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 ايه. يبقى هنا بنعمل ايه شباب بقى ايه. اذا ال ال هنا بقى هو اللي بتحكي في مين بقى ايه. في زمن ووصول الطيار ايه لكيمة العظمة. طب اهجي هنا ايه بقى حفصل ايه بقى حفصل مفتاح. الطيار طبعا كانو وصل عند كيمة عظمة هاو. تعال انلاحظ بقى هيوصل بقى مش هيوصل الزيو بقى ماشرطا هياخد فترة بقى. طيب في اللحظة ليه شاب بقى تعالو. مستشعر. هنحاول بقى نحط بهي بقى ايه بقى سورطا متر. على. المقاومة. ونشوف بقى هي ايه هيحصل الواء التي عارتها كام. اللحظة تيبقى ايه ان ال الم الطيار يوصل لكمة العظمة. دليل في ظهر فرق جود على ملف بيقل والطيار بيزيد معي طبعا ده اقول له عشان ايه مقلل لانية الزمن يعني عشان ايه قللت مين الحس ذاتي لملف او خلطي بقى الحس ذاتي زودته كمان بقى خليته بقى مية تاني ايه طبعا ايه تحس ان ايه زمن مصرور طيار الكيم عصبة زاد معانا ليه عشان الحس ذاتي ايه زاد ايه 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 الطيار برضه هوت عبر ملف كام كان حضاء اتناشر هنا بدأ يقل والطيار بيزيد هنا بقى عبر مقام ما بيزيد معانا ده بيقل ها اه وده ايه بيزيد ونفس الوقت الطيار ده بيزيد يبقى كده يصبح ايه انه ايه الزمن بتاعت وصول الطيار اللي عقيمة العظمة هوت ايه بقى خلط هياخد فتر اطول شوية ايه هان سنزود دينامين ايه بقى كلمة الحس ذاتي ايه لو اقولنا مش هؤلاء القدوم بتاعها بقى ان الار بتسوي مين الا مين على تي و بتليدي تيها تسوي الا على الار انت منتحك في الزمن وده بقى فاكري شاب بقى الهدف في موضوع ده بقى ايه بقى في موضوع الملف المقامة انا بستطور في الحالة عملية ايه بعمل منه ايه بعمل منه الطيمرات اللي هو نظام الساعة يعني عاوز احرار اللي حاجة تشتغل بعض فترة زمنية بعملها طبعا التأخير في الزمن هو ده فكه طبعا انا باستخدم ايه الملف مع المقامة في الحلية اللي عملية كده انا باخر زمن وصله الطيار مش عاوز يوصل لحظيا زيه في حالة المقامة طبعا ايش هابا حنتابع بقاها زميلتش في نورة الطيار بيزيد في الأول كان يسرع وعده في الوصف كان يسرع البطارية وكان الفرق جودة عبر المقاومة كان يزيره طبعا كان يزيره بدأ بقت الطيار ينمو تدريجيا نتيجة الحسي زيادة الملف يجب أن يصنع في المتحان يقول لك ما الذي يحصل في موضوع الزمن أو الطيار في محلات الملف يأخذ زمن عن المقاومة وفي نفس الوقت يقول لك نفس الحكاية في الملف قلب من الحديد يتأخر عنهم في الحالتين سواء في الملف بلدون قلب حديد طبعا الحكاية في تحديم العلمين على الحس الذاتي طبعا لا علاقة بالمي وعندما أركب على الملف أو أدخل فيه قلب من الحديد وعندما زادت طبعا الزمن وصول طيار كيمة العظمة هذا يرد على السؤال أو جابت السؤال في حالة الملكة الطيار في المقامة لا يأخذ زمن أكثر وعندما يأخذ زمن حتى يصل إلى كيمة العظمة وعندما يجب الملف وضع الملف وزيادة لأن الحالتين في الملف وزيادة وضع الملف يحتوي على الملف وهو الحس الذاتي وهو الهنري وعندما تشاهدون كيمة العظمة 100 ملي هنري وهو التهبة خليتها ألف وعندما زمن كبير قوي تعال نجرب كده كده وعندما تشاهد وعندما تشاهد أكثر هنا خلينا ألف ملي هنري لقد حيث هناك الخليت وفتح مفتح نبقى فأنا ظل خليل وضع لتعب لكيمة العظمة الان و foul محب خليل نجرب الحس الذاتي يبقى إذا نحس الزاتي هو ال L اعتمد الفضاء اللي حتنا عاوزين نسا ايه يبقى ال L هو اللي بيأخر من زمن وزهور للطيار للكيمة العظمى وفي نفس الوقت برده 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 زمن اللي بيأخر في فضل زمنية لنهيار الطيار من كيمة العظمى للكيمة للصف خالص يبقى إذا كده أصبح ال L ينوت هو اللي بلعب عكس طبعا مقامه طبعا مقامه أسرع عشان طبعا ملاش أصلا حاسي زائتي لحظيا الطيار بيزيد جدا للكيمة العظمى ولحظيا برده طيار ينهار في حالة فتح المفتاح يعني تعالوا بقى نشوف الموضوع المقاسف اللي يحصل فيه بالتنسوس بقى شهاب ده الجراف بقى ده رسم التعميم بتاعة الشكل بتاعة مو الطيار في حالة الملف وبعد كده بيثبت بقى في حالة الاستقرار هنا وكده بقى الطيار بينهار يوصل من الكيمة العظمى بقى لزيره في برده خلال فتح زمنية بحيث لو لك الشكل ده بقى يعبر عن مين تقوله بقى دوت يعبر عن شهد الطيار المرفحات مين الملف ونتيجة الطيار ده بقى بيشوف هو بيوصل لعظمى ثم يثبت ثم ينهار في كل ده في خلال فترات زمنية متبعدة او فتح زمانية كبيرة نتيجة بقى الحس الزياتي للملف نتيجة شراب تعال وخش على المقاسف ومتشوف اللي بيحصل المقاسف هنا شراب بقى ادي داية المقاسف هنا بقى سليسا بقى الطيار بريء المار في حالة شراب بريء المقاسف يعرف عبره عن بقى بطريات 12 فورت بطريات مقاسف انا خدت هنا بقى ايه شلت ملف وعواطة عنه بقى مكاسف طبعا احنا عدت هنا بقى بكل مكاسف انه مقاسف وفي حالة عملية مكاسف انا بس هنا بقى ايه يعني خدته للملي فراد لبقى ايه لتحكم في زمن الطيار بردو طيب في المنف ايه يدعى الزمن او ايه يبقى او ايه يدعى ايه يدعى الزمن ايه يدعى مقامة المقاومة هي المقاومة هي المقاومة مثل مثل الزمن على مين على ساعة ساعة المقاومة لارخة C هنا او جبت هنا الار مكان السيروسي مكان الار تبا سيبسه يبقى زمن على ار يعني هنا يبقى ساكن لكل اوم ساكن دا شاب ايه لكل اوم طيب يبقى في الحالة دي يبقى يبقى طبعا احنا عرفين مكسف بقى ايه اللي يحصل بقى في البداية المكسف طبعا ايه غير مشحون يعني عنده يبقى ايه يعني عنده هناود ان يبقى ايه ان الفرق الجود عليه بزيرو و بالتاني يبقى ايه كيمة عظمى عنده الطيار يبقى الطيار في اللحظة لما جاء في المفتاح يوصل ليه شهاب ايه كيمة عظمى طب كيمة عظمى ليبقى و دا اللي بييخلي شهاب برضه في باب الرابع بقى في الطيارها بقى طيار متردد هو ليه اصلا بيبقى الطيار بحالة المكسف سابق او الفرق الجود بيبقى ايه متاخر عن طيار بزاوة 90 عشان كده شهاب بقى ليبقى عشان انتجا ايه الساعة المكسف هنا بقى مساعدة المكسف تجعل الطيار في البداية كيمة عظمى وبالتالي فرق جودة يبقى على المكسف بزيرو وفي نفسه فرق جودة يبقى بزيرو يبقى أزمح فرق جودة على المقاملية هو مين بقى هنا في اللحظة شهاب فرق جودة بتاع البطارية طب تعال بقى نشوف إيه بقى إلا هيتمم فيها شهاب بقى إيه بقى فرق جودة بدأ يزيد معنا هو بقى هنا طبعا ده هيتم بالسوميشن جيلي بعد فترة شوية شهاب يعني تعالي شوف بقى رسمة تانية بقى إيه إن بدأ فعلي الطيار هنا إيه بقى يقل وفرق جودة بدأ إيه يزيد دي برضه شهاب رياد برضه رسمة تابعة بنونة هنا بقى الطيار بدأ إيه يقل عشان كما قلنا نوصل باللحظة للتشغيل المفتاح للعظمى بدأ إيه وفرق جودة هنا بقى بدأ يزيد فرق جودة على المقسف إيه شهاب بدأ إيه يزيد ناشى شهاب تعالوا بقى نشوف إيه بقى حيات الموضوع السوميشن بقى تانية على المقسف ونشوف بقى الرسمة البنية بتاعه تعالي نشوف الأول الرسم البنية بتاعه وهي حصل إيه بقى هنا شهاب بقى إيه شهاب بقى أدل العلاقة بين الطيار والزمن لحظة طبعا إيه بقى فتح غلق المفتاح الطيار كان بدأ مكان من كيمة عظمة ثم بقى الرسم الله ينهار لحد موصل كان بقى إيه زيرو بعد فتح زمنية طب قى إيه اللي حصل بقى إن في اللحزة الأونية بقى إيه كان الطيار كيمة عظمة يعني إيه كان فرق جودة عبر من المقسف طبعا بزيرو دامعته بقى إن اللوحين اللسه إيه ماشة حلوش بعد فتح طبعا إيه اللي بيحصل إيه بقى إيه بيتولد طبعا عبر إيه من اللوحين مكسف شحنات مجابه وسالبة ويقوم بعمل عليه فرق جود. فرق جود يبدأ بقى بيزيد وطيار بيقل. فرق جود عبر المكسف وطيار بيقل. هتنا في موصل فرق جود بقى عبر المكسف هو نفس الفرق جود بتاع البطارية. وبتالي طبعا الفرق جود بيسوى بعض بطارية هنا بتاع البطارية مع المكسف. المقسف كما لو كان يشتغل مفتاح مفتوح في البداية كما عظمى كانت طياره عبر المقسف شابه بزيو ساعة المكسف ومعدل التغير في فرق الجود وقالنا من شوية كانت طياره عبر المقامة هنا مقامة مين المكسف يعني مقامة مكسف له مقامة وقالنا مقامة مكسف يساوي الزمن على السي وقالنا محب ان ازود الزمن ان الزمن يساوي السي في مين في الار معاودي يتكبر زمن برضه ان انهيار الطيار في حد المكسف يبدأ من كما عظمى وبعد نهاية ينهار فعشان نبقى يخل الزمن هنا كبير هزود مين في ساعة المكسف يبقى تي هنا يصير بالالر في السي وكلما زود السي هنا كلما زود زمن انهيار الطيار من كما عظمى الى الزيرو بيزدد معنا الفترة هي من سفر حد تين واحد هنا. طيب قولنا في اللحظة دي برضو قولنا بقى عشان برض موضوع علينا بقى الطيار المتوضف يبقى الرواع برضو. اه دي الطيار عندنا ايه وصل كام لماكسيمم. في حين الفرق جود عبر المقاسف بزيرو. نبعته فعلا ايه بقى ان الطيار فحات المقاسف. وتقدم اه عن او ليد بقى بالانجليز يعني باللغة زي الليد بقى ايه عن الفرق جود بقى بالتزوية 90 درجة. او ان هنا ايه فرق جود بقى عبر المقاسف اه هو المتأخر عن ايه عن طيار المقاسف بيزوية 90 درجة. يبقى في الحال دي المتأخر ليه بقى فرق جود الانجليز يعني انتجه لساعة المقاسف. ماذا شباب لساعة مين المقاسف اللي هي بالفراض. تعالي نشوف كودا سموشن بقى على البرنامج شباب. ايه شباب دي بقى. ايه بقى ايه. حاطتنا ايه بالتوازل وقت على المقاومة il teto ohm ديت. ان ايه فلتميتر برضو عشان نشوف ايه اللي هي حصل بقى ساعة لما اجياءه في المفتاح. اتفال انوما شباب بقى ايه ان الطيار طبعا ايه بقى ايه. في حالة المكاسف اه اه ساعة مبالس المفتاح كان ايه بقى ايه بقىي وصل لقيمة عظمة. وفي تنفس وقت طبعا ايه بقى نبيه كان التايار نحصل على صفحة المفتاح يأتي عينك مع الأمير يوصل إلى 4 أمبير ثم أصدقاء موقع يزيد سوى المكاسف فرق جود في الملف وعلى المقام بإقل حتى تصدقاء موقع يساوي موقع البطارية فرق جود في المقام وهي يشتغل بزاوي زر الطيار طبعا سيساوي زيرو لسعة المكسف هو اللي خليت ان الطيار يوصل لزيرو بعض الفتره من كيمة عظمى لكيمة تلاشى تعال نشوف الكلام ده بقى اسموشن بقى اتوصل مفتاح او شايف هنا الطيار كان بدأ كيمة عظمى كان عند الارباع بدأ يقل فرق جرد عبر مقاومة بل شايف هنا شراب بعمل اللي هنا وده فرق جرد بزيد طيار بل الهدف انه عندما يوصل الى الطيار يبقى ان عدم يتجى فرق جرد بل بزيد تجد السعة بتاعت المكسف شايف هنا او وصل لسبع عود وشوية الطيار بل وهذا الفرق جرد عبر مقاومة بل بل او بقى تاسع عود فرق جرد عبر مين عبر المكسف الطيار يشوف ايش هاب بدأ ايه يروحوا على نحت المل امبير بل فرق جرد عندي بزيد او وصل لعشر فرق جرد عبر مقاومة بل في اللحظة بقى يوصل بقى فرق جرد عبر مكسف هو نفس فرق جرد عبر مين عبر البطارية طبعا ايه الطيار هنا يتلاشى ونعدم وفرق جرد عن المقاومة هنا ببضو ايه يصبح بزيد او شايفين فرق جرد عبر ايه بقى اواصل 11 فرق جرد عبر مقاومة هود بدأ يوصل يبال مين لامبير لحظوا بقى ايه القانون تبقى تلاقي في الاخر خليك بقى ايه اعينيك على فرق جرد عبر المكسف هو شوف اواصل ال 11 بشوية هود لحد ما يوصل فيه بقى ايه بقى كيمة البطارية ال 12 فولت طبعا انهيار الطيارة هيزيد معي وعبد الوصول للسفر بقى سيقوم باعدد ويخد زمن اطول شوية أشعر الولی حsiارت 19 معا عشرة ديجاد أو حسنا حسنا حتى يصل الى التماريش اشعر الولی حسنا يجب فضل مدلسه من 10 فورت يعني كيف الا تذكر انه يخد فضل زمانه اطول بقى كل ده اعمال الفترة زمنية بتزيد معانا يعني الطيار فانما بيجي في المكسف بيانهار وثلاشة بياخد فترة زمنية بقى اصبح الطيار قد يكون الزيور فى حتى المكسف وفرق جود على مقاومة شعب يوصل للزيور تمام اهو بقى 11.98 من مية كمان كل ما يوصل ايه القيمة العصبر كفورت يعني المكسف نتشحن بقى ايه يوصل ايه للشحن الكامل الفولت شارجر اهو شوفوا بقى بعد 11.99 من مية يعني فضولوا واحد من مية من الفولت بتيجا ايه بقى ساعة ايه المكسف نام الفراض طبعا هياخد فترة برضى عشان يوصل الى 12 بقى طيب عشان ايه بقى نطورتش عليك بقى يبقى كده يبقى كده يبقى كده عيفنا بقى ايه النفاحات المكسف الطيار بيبدأ بقيمة عظماء اهوصل الى 12 شايفين اصبح الطيار بقى كما ايه صغره او قد يكون ايه تلاشع ونهار وفرق جودة عبر المكسف هو فرق جودة عبر مين عبر ايه البطارية المصدر بتاعه وطاله بقى الطيار بقى بحادة الميه المقاومة هو بقى يصبح بزيرو مش يا شماب يبقى ساعة تحته مقاومة المكسف جده مقاومة مين المكسف الى هي مقاومة المكسف الي ها مقاومة المكسف زيوان بقى يشاوي بقى الزمن على ساعة المكسف يبقى هل ايه بقى هو اللي بيأخر اه انهيار الطيار في البداية بيوصل لقيمة عظمة وفرق جود عبره بساو زيرو وده بيفصل لي برضه ان الطيار فحالة الملف فحالة الطيار متردد بيبير متقدم عن فرق جود تعمل قاسي بتسعين ناشا شباب وإلى هنا بقى يكون نيو واتخضنا نهاية الفيديو ومن تنسوش بقى شباب بقية من دعمكم وعمل سبسكرايب وناشت الفيديو لكل زبالكم ونتمنى لكم التوفية شباب ودوم تفاعات الله وإلى ننتقل بكم إن شاء الله في فيديو ملاحق بأم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته